لا اسمائي قول صح اسمائي شك شوكا يا ابني لا امسك في الشين اسمائي شك شوكا شك شوكا اسمائي شك شوكا قول عدل شك شوكا شك شوكا مش عايزة انا اللي تلغبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تبعيني الحلوين الزيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا فيديو الوقوي وبداية الفيديو زي ما انتم سمعتو ابني اه ده ابني الصغير ادهم زي ما انتم شفتو بقى بحاول اخليه انطق حار في الشين فمش عارفة خلاص يعني فقط امال يعني او معلينا المقومة حبيت تشارك معكم اللقطة الحلوة زي بيني وبين ابني كان حابب اللي هو يسجل معي فايه فقلت ايه تسمعوا بقى ايه المعاناة بتاعت البيت معلينا المهم تعالوا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا حاجة كده بسيطة بس قبل ما ندخل على الفيديو واللكت كتير اللي جاي اول حاجة نصلي على رسولنا الكريم اللهم اصلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله وما نساش دعوت اخواتنا في فلسطين ربنا يا رب ينصرهم ويزيح الغمة وينصرهم نصر ان يتعجب له اهل الارض واهل السمي طيب احنا هنعمل ايه اكيد قال لكم شكشوكة بس على طريقته هو تمام بصوا بقى انا حطيت مكعب زبدة على شوية من الزيت وبعدين فرمت بسلتين كده حلوين في الكبة واول لما دابلوا كده او اخدوا اللون اسفر قمت نازل عليهم بقرنين فلفل برضو كدت ضربهم في الكبة سواء اصبايسي او عيدي وبعد كده حنزل بايه تماطر مبشورة او متقطعة متقطعة مع شوية ملح وشوية فلفل اسود وهسيب بقى الخلطة دي ايه تتسبك كده على طول على النور اول لما تتسبك هنشوف هنعمل في ايه تاني عايز اقول لكم يعني كل يوم الواحد محتر يعمل اكل ايه يعني طول ما انا ما يعني طول ما فيش اردارات طول ما انا الواحد كده ايه بيبقى اهم بقى كسلين وملوش مزاج يعمل غدا سبحان الله لما بيبقى فيه اردارات بيبقى فيه بقى نشاط كده وايه والافكار كلها في دماغي يعني فاهميني هو كده ايه بطبيعي يعني احنا كمان انا معرفش بقى كلنا كده ولا لا بس انا ايه بطبيعتي كده حطيني في اي حاجة كده او ضغط هتلاقيني عادي لكن بقى ايه تبقي ايه يعني يدوبك على اكل الغداء وكده هتلاقيني بقى كسلينة وخصوصا في الحر يعني انا في الشتة ممكن اقوم اتحرك واعمل كل حاجة يعني الواحد بيدفة لما بيتحرك لكن في الصيف يعني ايه لا لا يعني مفيش كلام يتوصف في الحر اللي احنا فيه هتعلوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني بعد بقى لما حسب بقى الخلطة دي تسبك حسد حط لها بس شوية مية صغيرين وبعدين بقى طبعا عدد البيض اللي تفضليه طبعا الشاكشوكة دي ممكن تعمليها بحمص الطبيع وفيه ناس كمان بتعملها يعني حمص الطبيع ده بيحطوها فيه انا ما بفضلش انا بحب بحط بصل ودماطم وفلفل خضاري يعني ممكن بردو تحب حطي تبشرجة زرايا يعني ايه الخضار اللي عندك عايز اقول لكم مفيدة جدا يعني انا مرة سمعت دكتور بيقول لك من افيد انواع البروتين هو البيض ما بالك بقى لما بنحط بقى البيض مع خضاري وجبة ايه فهم اني وجبة متكاملة يعني زي ما بيقولوا في نفس الوقت كمان ايه لحد ما اقتصادية يعني بعد كده بقى هبدأ بقى زي ما قلت لكم هكسر البيت بس هنعمل بقى جنبها طبق تاني خالص عايز اقول لكم بعد كول يعني انا بدأت ادخل المطبخ على الساعة ستة النور عندي بيقطع من الساعة ربعة للساعة ستة فاكلة بقى بسيطة قلت ايه لما النور يجي ادخل عملة عايز اقول لكم يعني على الحظ التليفون فصل كمان يعني بصوا فيديو الى حد ما مش متزبط جاي على سهوك يعني ما كنتش نوية اصور ولا اي حاجة بس اللي شجعني يعني اللي ايه قلت اصور برضو شاكشوكا يعني ايه تغيير يعني في القناة وكده وتاخدوا منها افكار اللي انتم مساء لو محترين كده في اكل وعايزين تقضوا يوم ايه حاجة بسيطة تعالوا بقى هنا نشوف هنعمل ايه نقلت بقى الشاكشوكا على العين التانية وعي سيبها بقى ايه تتسبك كده او تلغيت لما البيت يستوي ممكن تغطيها بس انا ايه ما بغطهش يعني ساعات بغطيها وساعات لا لو انا مستعجلة هغطيها لكن لو مش مستعجلة هدي النار علشان البيت يستوي كده ايه من جوه ما يبقاش من جوه ني يعني فاهميني بعد كده بقى حنجيب التاصة التانية واحط فيها شوية من الزيت وحنزل عليها بايه بفصين توم كده حقطحهم لو عندك توم مفروم اي حيج بعد بقى لما التوم يتحمر هنشوف هنعمل ايه طبعا انا لسه محمرتش ما قطعتش التوم الفيديو ده كان متصور مبارح عايز اقول لكم بقى النهاردة كان نفس الحيرة قمت طبعا مش عارف اعمل اكل ايه لغاية الساعة كام لغاية الساعة ثلاثة ونص نزلت برضو بوسط على المنتدى كده يا جماعة حد يقول لي افكار للاكل يعني بجد خلاص ايه الوحيد مبقاش عنده افكار اللي هو يعمل اكل عارفين بقى اللي انت كل يوم تدخلي تتبخي يعني انا اكتر حاجة بحبها ايه اللي انا اعمل اكل على يومين يا بصوا كمة الساعدة لما بتبقى عندك اكل على يومين او انت تبختي النهاردة وعارفة خلاص اللي انت بقى عندك اكل ايه فمش شغل دماغك بقى بالمطبخ بس اكيد حتشغل دماغك بحاجات تانية ثوق رسيل او تطبيق او ترويق يعني القرية ما بتخلص يعني بس فعلا اه الحر كمان مش بيشجع على يعني مش بيشجع على الاكل اللي هو ايه السخن او مش عارفة بقى انتو زي ولا بيبقى على طول عايز لايه الحاجات الخفيفة كده فاهميني اه بني ومكارونا كفتة ومكارونا اه شكشوكة وطبق فول بصوا حاجات خفيفة كده لكن التواجن بقى والحاجات التقيلة بتاعتنا الحلوة دي يعني انا ما بحس ليه مش جو حر هي بتبقى عايزة ايه عايزة شتة كده عشان الوحي دي عافية كل بقى اللي بفاهميني بعد بقى لما الطوم دبل كده امت نزلت عليها بقارنين من الفلفل برضو عاسبهم ايه يعني يتبالوا كده عايز اقول لكم كمان الفول ده لما ببقى احنا حنعمل فول اولا لما ببقى الفلفل كده فيه سبايسي وبيبقى حرش بتبقى اكلة حرشة وجميلة الصراحة يعني وبتاكلي فيها بقى ايه ما تشبعيش الحمارة بقى جنبها بطاطس تعملي جنبها سلطة اي حاجة يعني يعارفين اكلة كده بسيطة وخفيفة وفي نفس الوقت ايه يعني ايه بتاكل يعني سواء بقى في فطار او غدا او بتعمليها زي الوقت اللي انت تحبين بعد كده بقى حاجيب طماطمتين او ونقول مسلا ايه اربع طماطمات واقطحهم بقى مكعبات انا اختصرت الموضوع وقمت حطهم في الكبه برضو لان كده 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 فارمال طماطم في بتاعت الشكشوكة في الكبه فقمت حطهم في الكبه وايه ويدوبك اتقطعوا كده ايه دربتهم دربتين كده لكنهم اتقطعوا طبعا مش هتبقى عصير قوي يعني الكبه ما بتخليش الطماطم عصير وبعد كده بقى حاسبهم يتسبكوا اخر حاجة بقى حنزل بالايه بالفول وطبعا هحط له بقى الملح والفلفل الاسود وايه ولو اه احتاجت بقى شوية مية كده لو لقيته تقيل هزود له بقى شوية مية وكده ايه طبق الفول خلاص معي في بقى طريقة تانية ساعت بزود له طحينة وبزود له خضرة لكن انا الطريقة دي حلوة جدا وبنفس الوقت بيبقى طعمه خطير عايز اقول لكم حتيجي لحظة يعني لحظة دلوقتي اول لما حطت الفول التليفون حيفصل وعايز اقول لكم بقى يعني خلاص الاكل كانت عمل واحنا المفروض نحطه ونتغده وفصل ومش عايز يشتغل علشان كان فصل خالص يعني محتاج بتعريب ع ساعة بل لما يقوم طبعا بعتزر الفيديو ما كمالش ما ويتقومش الشكل النهائي بس هو دوت اللي انا عملته ما زودتش اي حاجة يدوبك بس الفول غلغة لويتين وطفت عليه وخلاص على كده بس اتمنى بقى الفيديو الخفيف والبسيط ده يكون عجبكم وكون ديفة خفيفة علينا وابني واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته